النهاردة مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري اتخذ قراراً بإعادة هيكلة لجنة الحكام بعد طبعاً اللي حصل كله في الأيام الأخيرة والرأي العام والأنديه اللي بتعترض قراره يجروا عدد من التعديلات لتطوير اللجنة قرار جيه بعد اجتماع مطول مع روي فيتوريا رئيس لجنة الحكام وتم الاستقرار على ضم عفواً فيتور بريرا على ضم عزب حجاج وسامي فروق للجنة وتوجيه الشكر لبعض أعضاء اللجنة طيب المشكلة أن أعضاء اللجنة اللي تم توجيه الشكر اليوم هيكون معايا واحد منهم بعد شوية شخص محترم ومؤهل جداً ويقوم موجود في اللجنة وأعرفك بعد شوية نهاردة كان فيه كبش فدى يعني له ايه ماشي سهل ماشي سهل لكن اللي بيدير في لجنة الحكام اللي بيدير في لجنة الحكام مش موجود أو مش معانا أو اللي بيدير وصاحب القرار مش شايف اللي بيحصل دينا ومش عارف احنا وصلين لحد فين في نفس الوقت ما حدش بيقول له حاجة فالدنيا ماشية سهلة